السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحبا بعد ذلك من تتمنى اشتركوا في قناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم للديد الآن نوفيكم بإسرائيل تتسلم 13 أسيرا ونقلهم سيتم من رفح لمعبر كرم أبو سالم أكد مصر الأمن الإسرائيلي الجمعة أن الأجهزة الأمنية تسلمت 13 أسيرا من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غذة وسيتم نقلهم من رفح إلى معبر كرم أبو سالم وذلك في اليوم الأول لسريان الهدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسبوع من الحرب وقال المصدر أن الأسراء الإسرائيليين الثلاثر موجودون الآن لدي أجهزة الأمن الإسرائيلية وفق ما نقلته كانت فرانس بارس وهناك استعداداتنا في مشفى شاندير قرب تل أبيب لاستقبال المحتجزين وقبل ذلك أكد مسؤول إسرائيلي أن الأسراء الإسرائيليين المفرج عنهم من حماس في اتفاق الهدنة تم تسليمهم إلى الجانب المصري مبينا أنهم سيصلون إلى معبر كرم أبو سالم من رفح كما أبلغ مصدر أمني مصري أن القهرة تسلمت الدفع الأولى من المحتجزين الإسرائيليين المؤلفة من 13 فردا استعدادا لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل وفق ما نقلته كالة أنباء العالم العربي وتسلم الصليب الأحمر اليوم الجمعة 13 أسيرا إسرائيليا وهم في طريقهم للخروج من غذة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل وكان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوانة قال في وقت سابق اليوم أن الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق صراحة 12 من رعاية تايلاندا بالإضافة إلى 13 من المحجزين الإسرائيليين من الأطفال والنتاء وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط وبدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربع أيام بين إسرائيل وحماسها في قطاع غذة ليليها الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين في أول تهديئة منذ بدل حرب التي سقط فيها ألاف الخثائر قبل الرؤح قبل أثبيع عدة وفي وقت صابق أكد زيفا أغمون المستشار المسؤول عن ملف الرهانة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين أن اللجنة الدولية للصريب الأحمر ستقوم باستقبال الأسرة أما فرادا أو كمجموعاتنا واخذهم إلى الحدود لتسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي وكذا أغمون أن مسؤولين عسكريين سيقومون بمقابرة كل أسير والتعرف عليهم جسديا وعبر اللاحة لتأكد من صحة هويتهم وسيقوم أطباء بإجراء فحص جسدي كامل لكل أسير يطلق صراحها ثم سيجرون مكالمات هتفية مع أهليهم سيرا سيراقبها متخصصون وبحسب أغمون الكثير من الناس لديهم أفراد من عائلات لم يعودوا على قيد الحياة وهناك أطفال سقط أبائهم وأشقاء سقطوا أيضا في المقابلة نشرت هيئة الأسرة والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية قائمة تضم 39 أسمن لأسرة فلسطينيين 15 فتاة وأربعة وعشرين أمرأة سيتم موطلق صراحهم مقابل الرهائن الإسرائيليين وتحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غذة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ 7 من تشيرين الأول أكتوبر وفي السابع من تشيرين الأول أكتوبر شنت حمس هجوم غير مسبوك على الدولة العبرية تسبب بسقوط 1200 شخصة بغير بيتهم مدنيونها حسب السلطات الأسرائيلية وتحتجز حماس وفي السلطات الفلسطينية أخرى نحو 240 رهين في قطاع غذة منذ الهلوم عن ذلك تنفذ إسرائيل قصفا مدمرا على غذة أو قاعة 14854 سقيطا حسب حكومة حماس وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة لأتفقدنا لأربع أيام قبل التجديد يتم خلالها تبادل 50 رهين محتجزين في غذة مع 150 معتقل فلسطينية في السلطات الإسرائيلية وكان من المقرر أن تدخل الهدنة حيث التنفيذ الخميس لكنها أرجعت إلى الجمعة وهو اليوم التاثع والأربعون للحرب بين إسرائيل وحركة حماس وبهذا قد أوفناكم بهذا الخبر العاجل لا تنسوا الاشتراك في القناة في الزراجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته